حكم هو يأخذ نصوص الكتاب والسنة ويبثها في الناس ويعمل بها في الناس فحينما تنزل النوازل هو ينظر في الكتاب والسنة إذا كانت المسألة واضحة يأخذ النص ويطبقه في الناس إذا كانت غير واضحة يأتي بالعلماء وما يقوله العلماء هو الذي سينفده الحاكم وبالتالي هكذا هذه الآية بهذا المعنى يفسر قول ابن عباس أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم أي العلماء لأن كل من كان أقرب للشريعة وأفهم لا هو هذا الذي يجب أن تتبعه الأم هم الباقي منفدين فقط رئيس الأركان وزير الدفاع رئيس الوزراء الوزير كله يجب أن ينقادل الكتاب والسنة وإذا جاءك أمر من الكتاب والسنة وجب عليك طاعته والذي سيبين هذا الأمر هو من العلماء